وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور رشاد محمد العليمي الحكومة بتقديم كافة التسليلات للقطاع الخاص باعتباره شريكا في عملية التنمية وأكد العليمي خلال لقائه نائب رئيس الاتحاد العام رئيس الغرفة التجارية الصناعية أبو بكر باعباد أن الدولة ستقدم دعمها الكاملة للقطاع الخاص بما يمكنه من القيام بواجباته ومسؤولياته في الإسلام بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين من المواد الأساسية وبأسعار مناسبة كما وجه رئيس المجلس القيادة الحكومة بتقديم الاعتمادات للقطاع الخاص في إطار خطة الحكومة والقوانين المنظمة